الرحمن الرحيم قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا فكانت العلة من الإسراء عدة نقاط نقاط النقطة الأولى أن يري الله سدنا الحبيب بعد يريه حفاوة السماء بعد جفاء الأرض لأن الدعوة الإسلامية مرت بمراحل صعبة وعصيبة فالمرحلة الأولى مرت الدعوة الإسلامية بثلاث سنوات سرا ثم بعد ذلك مرت بمرحلة جهرا فحينما صدع صلى الله عليه وسلم بالدعوة وأنذر عشيرتك الأقربين وتعارضت الدعوة مع أهوائهم والتسوية بين السادة والعبيد بدأوا بدأوا بالإيزاء بشتى أنواع الطرق للحبيب صلى الله عليه وسلم فكانت المقاطعة في شعب أبي طالب كذلك ثلاث سنوات حتى أكل الصحابة ورق الشجر ولم المقاطعة بين قريش وبين سدن الرسول والصحابة والصحابة المؤمنين اللي معاه لمدة ثلاث سنين لا بيع لهم ولا شراء لهم ولا تزوج بينهم وقطيع كملة حتى ضاقت بعض الذين عندهم مرؤة ضاقوا بهذا زرعا وقالوا هذه الصحيف هذه الصحيفة الجائرة التي منعت سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه في شعب أبي طالب ثلاث سنين لا أكل لا شرب لا زواج لا بيع لا شراء فأخذت المرؤة بعض المشركين وقالوا لا بد من تقطيع هذه الصحيفة الجائرة وبعدين سن الحبيب أخبر عمه قال يا عمه إن الأرضة قد أكلت الصحيفة إلا كلمة واحدة وهي باسم باسمك اللهم فعمه أبو طالب قال لهم إن كان ابن أخي صادق تقطع الصحيفة وهي إن الأرضة أكلتها كما أخبرني وإن كانت كما هي استمروا في المقطعة أو ففعلوا ما تشاءون فإن ابن أخي صادق والصحيفة الجائرة أكلتها الأرضة فلما راحوا وفتحوا عليها وجدوا الأرضة أكلتها إلا كلمة واحدة وهي باسمك اللهم المرحلة الثانية موت السيدة خديجة رضي الله عنها وبعدها بقليل مات عمه أبو طالب فهذان الوزيران الوزير الداخلي الزوجة الحنوى الكريمة العظيمة التي بشرها جبريل ببيت في الجنة من قصب لا تعب فيه ولا نصب وكانت بمسابة الوزير الداخلي وعمه أبو طالب الذين كانت تهابه صنديد قريش مات بعدها بقليل ففقد النصير فقد المساعد القارجي والمساعد الداخلي فنالت منه قريش أشد ما كان كان في عهد أبي طالب والسيدة خديجة رضي الله عنها لا ينال منه إلا السادة على وجل ويشكون إلى عمه أبي طالب ولكن بعد موت أبو طالب وموت السيدة خديجة رضي الله عنها نالت السفهاء من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يفكر في نصرة الدعوة من الخارج فذهب إلى الطائف يستنصر ويسترشد أهلها ويستعين بهم على الدعوة علّه يجد عندهم نصير أو يجد عندهم من ينصره أو يؤيده أو يدخل في دعوته ولكن القوم كانوا ألأم من هذا قال دعوني أخبر الناس قالوا لا طيب اكتموا علي الخبر لا تخبر أهل مكة قالوا لا فكان القوم أخص من أن ينصر سيدنا الرسول أو يخف سره ولا يخبر أهل مكة فكان النصر من عند الله كما قال جل وعلا إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني أثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا فتوجه الحبيب صلى الله عليه وسلم بعدما سلط عليه السفهاء والأطفال والنساء والمجنين رموه بالحجارة حتى أدموا قدماه الشريفتين فلألجأوه إلى بستان إثنين من المشركين عتبة وشيب ابني ربيعة فأشفق على الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما جلس يدعو الله اللهم أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى عدو يتجهمني أم إلى بعيد ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي فنزل له جبريل مع ملك الجبال وقال يا حبيب الله هذا ملك الجبال رهن إشارتك قال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبان إن شئت خسفت بهم الأرض رهن الإشارة يا حبيب الله قال لا يا أخي يا جبريل علّى الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله وقد أخرج الله من أصلابهم من يوحد الله سيدنا خالد بن الوليد وسيدنا عكرمة وهؤلاء الصحابة الذين نصروا الدعوة بعد أن لحق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام عتبة وشيبة أشفاق عليه أشفاقوا عليه وأرسلوا له قطفا من العنب مع غلام لهم اسمه عداس عداس هذا حينما وضع قطف العنب للحبيب صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم فقال الغلام أهل هذه البلاد لا يقولون هذا الكلام فقال صلى الله عليه وسلم علم أن هذا الغلام ليس من هذه البلاد فقال ومن أي البلاد أنت يا غلام وما اسمك وما دينك قال اسمي عداس أنا من قرية ني نوى واسمي عداس وديني نصراني قال بلدة الرجل الصالح والنبي الصالح يونس بن متة قال وما أدراك بيونس بن متة قال هو أخي هو نبي وأنا نبي فما كان من عداس إلا أن انكب على سدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويديه وفعتبة يقول الأخي شيئا من بعيد شوف أشفاقنا عليه وفسد عليك غلامك تعال يا عداس ما لك يا عداس قال والله إنه لا نبي قال ليه كلام لا يعلمه إلا نبي قرية نينوى قرية صغيرة مغمورة في وسط القرى ولكن الحبيب صلى الله عليه وسلم بين يديه خريطة العالم كما قال للصحابة رضي الله عنهم اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد هاجرت الصحابة إلى الحبشة وكان كما قال صلى الله عليه وسلم فحينما عاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة أراد أن يصلي بالليل فاجتمع عليه الجن وكأن الله يقول له يا حبيبي إذا رفضت دعوتك أهل الأرض إذا رفض دعوتك أهل الأرض أرسل أرسلنا لك عالما آخر عالم الجن وإصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله ثم توجه إلى مكة وفي آية أخرى قال الله تعالى كادوا يكونون عليه لبد الجن يتزحم على الحبيب عليه الصلاة والسلام عشان يسمع القرآن وفيه بعد الصفة والمروى بعد المروى من نحيه من جهة مقبرة المعلة مقبرة أهل مكة جامع يسمى جامع الجن إلى الآن بيصلوا فيه الشاهد أن أرسل الله عالم آخر يسمع الحبيب صلى الله عليه وسلم والمكان اللي هو كان مكان عتبة وشيبة البستان الكبير دي على طريق السفر في من الرياض إلى مكة والمدينة لأن دي في الطاعف والطاعف دي المصيف بتاع السعودية فالمكان اللي هو مكان مكان البستان الآن الآن لما تروح وتشوفه بعينيك تلاقي البستان ده مكانه مسجد كبير اسمه مسجد عداس مش مسجد عطبة وشيبة مسجد عداس وقدامه مساحة كبيرة العربيات سمسكت ومسجد 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 في جوار المطعم ابن عدي فقال له سيدنا زيد يا رسول الله أتدخل عليهم وقد أخرجوك قال له نخفر سيدنا عمار بن ياسر ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة ويقول اللهم اجعل العذاب عليهم بردا وسلاما كما اجعلت النار علي ابراهيم بردا وسلاما ثم أسر ياب الحبيب من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهناك من الآيات التي رآها الحبيب ما لا يحصى ولا يعد فحينما عاد ذهب إليه أبو جهل ما عندك يا محمد ماذا رأيت فقال له قد ذهبت إلى بيت المقدس وعدت قال فاستدرجه أبو جهل لم يظهر له الفجيعة ويظهر له أنه مستعصم الأمر قال له في دهاء وفي خبس شديد لو جمعت قومك تقول لهم هذا الكلام قال نعم أقول لهم هذا الكلام فمنهم اللي يضرب على رأسه منهم اللي ارتد منهم اللي ذهب لسيدنا أبو بكر هل لك في صاحبك يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد وعاد في نفس الليلة قال أقال ذلك قال نعم قال إن كان قال ذلك فقد صدق قال أتصدقه ونحن نضرب إليه أكباد الإبل شهرا كاملا قال إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك وصدقه في خبر السماع فكيف لا أصدقه ولذلك سمي الصديق وفي الحديث لوزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر قال طيب أنت رحت بيت المقدس قال نعم قال صف لنا بيت المقدس قال وبالإمارة بالإمارة إن فيه عير فلان في الطريق وعير فلان في الطريق والعير فلان كانوا نيمين وفيه إناء فيه ماء ومتغطي بشي شلتني الشي وشربت الماء اللي فيه وغطيته والقافلة التانية كان فيها جمل طافش منهم هربان ردته عليهم والقافلة الأخر رح تيجي هنا في صبيحة يوم كذا الشمس تبزغ تكون هي موجودة وبعدين واحد واقف من المنكرين يترصد الشمس فحين وزغ الشمس قال ها هي الشمس قد طلعت قال الآخر وها هي العير قد أقبلت قالوا طيب يا محمد بدأ من تروح تبيت المقدس صف لنا بيت المقدس سدنا الرسول عليه الصدوة السم رحش يلف حواليه ويأخذ فصح ويتفرج عليه داخل صلى بالأنبياء سبحان الله 124 ألف نبي ورسول والحبيب يصلي بهم إماما ثم عرج به إلى السماوات العلاء فقال لأمنا السيدة عائشة رضي الله عنها ما كربت كربا أشد من هذه اللحظة اللي سألوه فيها هو ما ما شف يعني صلى بالأنبياء ولكن لم يتفقد الشبابيك والبيبان والجهات فقال فجل لي الله هذا البيت هذا المسجد جاء به جبريل على كفه وسار صلى الله عليه وسلم يصف لهم المسجد بابا بابا وشباكا شباكا ولكن المعاندين هم المعاندين قالوا الوصف صحيح لأنهم لو شكوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت المقدس ولو ولو مرة واحدة ما كانوا سألوه السؤال ولكن قالوا الوصف صحيح لأنهم رحوا وشايفين وعارفين الوصف بدقة وقالوا الوصف صحيح ولكن برضو احنا مش مصدقين هذا